شكرا لجمال بن تونس وانا السكمل ملفات العرب اليوم وإلى لبنان حيث أنهى الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي لقاءة بالكتل البرلمانية تمهيدا لوضع تصور للحكومة ومناقشتها مع رئيس الجمهورية ووعد ميقاتي بولادة حكومة خلال أيام بعد انقضاء ما يقارب سنة على استقالة حكومة حسان دياب هل ينجح نجيب ميقاتي حيث فشل سعد الحريري ولماذا؟ وهل يشكل ميقاتي حكومته فعلا خلال أيام فيما فشل سلفه بعد تسعة أشهر؟ هنا كل شيء ممكن وإنما أيضا قد تتبدد كل الأجواء الإيجابية بلحظة حكومة من 24 وزيرا يسعى ميقاتي إلى تأليفها في أيام حكومة من اختصاصيين غير حزبيين ليس لأحد فيها ثلث معطل وتنطلق من مبادرتين فرنسية ومحلية عودنا عن بداية تأليف كل حكومة وتكليف أي رئيس بث مثل هذه المناخات لكن حقيقة عند الوصول إلى الترجمة الفعلية وعند الحقيقة لمن ستقول هذه الحقائب تبدأ هذه الخلافات وتحديدا حول حقيبة الداخلية وحقيبة وزارة العدل يقول رئيس الجمهورية وفريقه الممثل بالتيار الوطني الحر ورئيسه جبران بسيل إنه لا شروط لديهم لتأليف حكومة ويقول الرئيس المكلف بتشكيلها إنه مستعد لإظهار كل التعاون لإنجاح مهمته مع تشكيل الحكومة الجديدة عسى ولعل أن نستعيد دور للدولة ووجود للدولة التي تعتبر غائبة كانت من فترة طويلة ووجود الدولة هو اطمئنان للمواطن لا ينطلق ميقاتي في عملية تأليف الحكومة من دعم خارجي أعلنا عنه فحسب وإنما من دعم واضح وصريح من حزب الله ليبقى التساؤل عما إذا كانت مصالح الفرقاء السياسيين جميعا ستتقاطع هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان لكنها أيضا الفرصة الأخيرة لإنقاذ عهد رئيس الجمهورية وهذا ما قاله عون صراحة للرئيس المكلف فإذا فشل في تأليف الحكومة فهذا يعني حكما بحسب معنيين أن ينهي عون ما تبقى من عهده بحكومة تصريف أعمال جيس الحشخوري العربي بيروت لمتابعة أكثر حول التفاصيل ينضم إلينا من بيروت مرسلنا علي رباح أهلا بك علي إذن هذه التطورات الجديدة ووعود نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة خلال أيام على ماذا استند بهذه الوعود يعني كما قالت الزميلة جويس في تقريرها هنا كل شيء ممكن والمفاجآت حاضرة دائما في لبنان الأجواء اليوم بالفعل إيجابية وإيجابية جدا انتهى هذا اليوم الطويل من الاستشارات غير الملزمة بين رئيس الحكومة المكلفة نجيب ميقاتي وبين الكتل السياسية النيابية معظمها خرجت من هذا اللقاء دون أن تعطي أي تفاصيل عن مطالبها بل اكتفت بالمطالبة بالتسريع في تشكيل الحكومة بعدها خرج نجيب ميقاتي إلى القصر الجمهوري حيث التقى الرئيس ميشيل عون ليطلعه على الأجواء ثم قال بأن الحكومة قد تتشكل قريبا وهذه الأجواء الإيجابية كانت منذ الأمس أما على ماذا يبني الرئيس نجيب ميقاتي فهو كان قال صراحة وعلنا بعد تكليفه بأن لديه ضمانات غربية تحديدا قد تكون أمريكية فرنسية لتشكيل هذه الحكومة أيضا هذه الضمانات ربما تنسحب على الداخل اللبناني لكن السؤال الأبرز اليوم رولا هل هذه الضمانات ألم يكن لدى الحريري ضمانات سابقا يعني الحريري الذي فشل في تشكيل الحكومة لأكثر من تسعة أشهر هل يمكن أن ينجح نجيب ميقاتي خلال أسبوع وأسبوعين حيث فشل السعد الحريري طبعا كان هناك ضوء أخضر فرنسي سابقا وربما أمريكي أيضا لتشكيل هذه الحكومة لكن كما يقول النائب وليد جملات دائما ومرارا هناك مشكلة داخلية هذه المشكلة الداخلية قد تظهر اتباعا في الأيام المقبلة عندما تبدأ المفاوضات فعليا على الورقة والقلم طبعا هنا نتحدث عن التوزيع للحقائب بين الطوائف اللبنانية خاصة أن هناك معلومات تدور في الأوساط اللبنانية عن لقاء جمع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بجبران باسيل ما قبل التكليف وكان هناك خلاف على وزارة الداخلية تحديدا إلى من تكون هذه الوزارة الرئيس المكلف يصر على أن هذه الوزارة ستكون من حصة الطائفة السنية بينما يريد جبران باسيل الحصول عليها لحصة المسيحيين طبعا هذه الوزارة حساسة جدا رولة لأنها ستشرف على الانتخابات النيابية المقبلة التي من المتوقع أن تجري ما قبل العام إذن كما يقول رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم وأمس العبرة بالتأليف وبالتالي قد نكون أمام مفاجآت في الساعات المقبلة لكن حتى هذه اللحظة الأجواء الإيجابية اللهم إلا إذا كان هناك عرقلات معينة كما تعلمين رولة كما تحدث بداية هذا بلد المفاجآت تماما التساؤلات التي طرحتها وأيضا طرحتها جويس في التقرير الذي استمعنا إليه بأن هذه الأجواء الإيجابية وأيضا تصريحات مسؤولين لبنانيين سياسيين بأنه عند الجد وعند المفاوضات الحقيقية قد يتغير الحال ولكن بالنسبة للضغوطات الدولية الأخيرة كان هناك ضغط دولي كبير على المسؤولين إقرار لعقوبات حديث الرئيس ميشيل عون وأيضا جبران باسيل عن أنه لا يوجد أي شروط هل من الممكن محاولة إنقاذ عهد الرئيس ميشيل عون أن تجعل فعلا هذه المحاولة ناجحة؟ ممكن رولا ولكن حساسية الوضع في لبنان يكمن بأن هذه الحكومة هي حكومة انتخابات في حال تشكلت وأيضا الأطراف السياسية تنطلق من هذا المنطلق تحديدا سنتحدث بصراحة أكثر ماذا لو أعطى نجيب ميقات اليوم وزارة الداخلية لأطرف العوني سيقال عنه في الشارع السني والمسلم بشكل عام أنه تنازل وهو يتنازل على أبواب الانتخابات وأيضا الحال لدى جبران باسيل عندما قلنا سابقا بأن الأمور قد تتغير عندما تبدأ الحسابات على الورقة والقلم أي نعم الرئيس عون طبعا يريد أن ينقذ عهده أيضا نجيب ميقات يريد أن يقول للبنانيين وربما الشارع السني تحديدا بأنه يستطيع أن ينجح حيث فشل سعد الحريري ولكن بالحسابات الدقيقة لاحقا لا يمكن لأي طرف أن يقدم تنازل عن الطرف الآخر حتى الرئيس نجيب ميقات وهو شخصيته تختلف قليلا عن شخصية سعد الحريري يعني يستطيع أن يناور أكثر ولكن هو أيضا لديه سقف معين لا يمكن أن ينزل عن هذا السقف هنا نتحدث عن سقف رؤساء الحكومات السابقين طبعا الأجواء حتى هذه اللحظة إيجابية كما قلنا رولا منذ البداية ولكن هذا لا يمنع بأن لبنان هو بلد المفاجآت وقد تصطدم هذه الطبقة لاحقا عند الحسابات حسابات توزيع الحقائب بين الطوائف قد تصطدم بجديد يعرقل هذه الأجواء شكرا لك علي رباحة من بيروت